ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا في الستوديو المحلل السياسي عبدالله الدهمشي أهلا ومرحبا بك أستاذ عبدالله يعني ما هي قراءتك لما جاء في مجلس الأمن من أسف مبعوث الأممي للمطالب الحوثية التعجيزية وأيضا اتهامات المندوب الأمريكي والبريطاني بعرقلة الهدنة هو أولا يجب أن نشير إلى معطيات في الواقع الراهن تدل على أن هذه المنطقة اليمن وفي الجوار الإقليمي محكومة بتدعيات الحرب في أوكرانيا وبالتالي محكومة أيضا بمصالح دولية في تهديات الحرب لكن التفاصيل التي يمكن أن يأخذ فيها المتفاوضان والمبعوث الأممي والإمريكي حول ذلك تقود إلى تعثرات هنا وهناك نظرا لأن الحوثيين يستغلون هذه الحاجة الدولية والإقليمية الملحة للتهديئة في هذه المنطقة من أجل زيادة مكاسب أو من أجل المبالغة في مكاسب غير مشروع لهم تقعد سيطرتهم وإلى آخره ولذلك فإن الضغوط البريطانية والإمريكية ولأول مرة في هذه الفترة تكون صراحة يتحمل المسؤولون الأمميون يتحمل الحوثيون كامل المسؤولية عن فشل المفاوضات خلافا لما كان سائدا سابقا من المحاولات مراضاتهم والوقوف على الحياة في ذلك كيف ترى دعوة المندوب السعودي لمجلس الأمن بتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية وتشفيف منابع تمويلها وهي ليست المرة الأولى التي يتم الدعوة لتصنيفها كجماعة إرهابية طبعا الصراع يفرض ذلك وبالتالي فإن هذه التجاذبات الآن في محاولة الضغوط على الجماعة الحوثية لتقديم المزيد من التنازلات أو للوقوف عند الحد الذي يقبل بها في إطار سياسي شامل يجعل من السعودية التي الآن تخوض تفاهمات حول ملف الأسرة مما يدل على أن هناك تطور في جانب ما يسير باتجاه إيجابي فيها هو تبادل الوفدين السعودي والحوثي لبحث بلفات الأسرة وبالتالي فهذه ورقة ضغط أخرى يعني في هذه لكي يتم طيب لماذا لا تشارك الحكومة اليمنية هذه المباحثات؟ لماذا يتم إقصائها من هذه المباحثات برأيك؟ باعتبار أن الآن هناك أولا في مؤشرات دالة على تجزئة الحرب في اليمن أولا البداية من وقف الحرب خارج الحدود يعني الحرب تفاهمات بين السعودية والحوثيين لوقف الحرب في ذلك ثم التعامل مع ملفات الداخل اليمني في هذا وبالتالي فإن الاتصالات السعودية هي موجودة منذ ظهران القنوب في 2017 وحتى الآن وبرعاية عمانية هل أفهم من كلامك أن الآن تم تجزئة الحرب؟ فبالتالي الحرب في الخارج تتوقف والحرب في الداخل لا تزال مستمرة؟ مستمرة يعني في ذلك ولذلك تزامنت إعادة ترتيب الأوراق الداخلية تزامنت الهدنة مع إعادة بناء تحالف الشرعية في السعودية يعني في ذلك ودخول المكونات العسكرية في كيان سياسي واحد يواجه الحوثيين متبني استراتيجية عسكرية واحدة وبعده ورقة السلام كما قالت تصريحات يوم بذلك والآن الأخطر في هذا كيف؟ أن اليمنيين الأطراف المتصارعة في اليمن تركت بدون أرضية تقف عليها وبدون أفق سياسي تسير إليه وبالتالي فإذا وقفت الحرب في الخارج إذا وقفت الحرب الخارج جزئيا ضمن إطار هدنة سوف يعلنها مجلس الأمن فإن ذلك سوف يؤدي إلى أن أطراف الصراع ستصبح بدون حواجز ستفكر الصراعات في كل بالتالي ستستمر هذه الصراعات الداخلية وهذا هو الخطر أو أن الحوثي سيكتفي ببسط سيطرته على الجغرافيا والبشر التي سيطر عليها الآن ولن يقود إلى حل سياسي كامل في ذلك مادم توفرت له المساعدات والأموال وإذا تحصل انفراك في ملف المرتبات نعم إذن الدلالات من هذه الزيارات المتبادلة هل ستأتي ضمن التفاهمات حول ملف الأسرة فقط أم أن أيضا يتم التطرق إلى ملفات أخرى برأيك مادم حصل انفراج في ملف الأسرة وتقدم خطوة باتجاه تحقيق إنقاذ في هذا الملف فإن الملفات أيضا ملفة حط طرقات سيكون شاملا بحيث لا يقف انتاز فيها ملف تعزيز رفع القيود على ميناء الحديدة أيضا سيحدث فيه تقدم إيجابي مطار صنعاء سوف يتحرك بسئة أكبر لا أفهم ما المقصود بالإيجابي عندما تتحدث عن التقدم الإيجابي هو فقط من الناحية الشكلية أو من الناحية تولى لمصالح أطراف معينة لا أرى أي مصلحة للشعب المخاصر الشعب المخاصر هو الضحية في كل هذه المسارات التقدم إيجابي في الملفات بين الأطراف حصل تقدم إيجابي لدى هذه الأطراف التي تعثر الاتفاق عندها سابقا وبالتالي التقدم الإيجابي فيما يسيرون إليه أما عوائد هذا التقدم فإنه يمثل خطرا عن اليمنيين لأنه سوف يكرس سلطة الحوثيين ويمنحهم الفرصة لما يمارسونه من تطيف ومن عسكرة ومن قمع ومن تنكيل بالشعب وعلى الشعب اليمني الآن أن يبحث عن طريقه في استعادة روحه النضالية التي نحتفل اليوم بـ 14 أكتوبر ليتحرر من هذا التغول الحوثي على حقه في الحياة والحرية والكرامة إذن المحلل السياسي عبدالله دهمشي شكرا جزيلا لك كنت معنا في الأستوديو شكرا